بناء على توجيهات رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة المفرق قام مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية وبحضور محافظة المفرق بزيارة إلى سد سم السرحان وعدد من المشاريع الزراعية في قضاء سم السرحان في البادي الشمالية الغربية أعلن عن تأسيس جمعية سد سم السرحان التعاونية الزراعية متعددة الأغراض توجيهات دولة الرئيس لتأسيس ودراسة وتأسيس جمعية تعاونية لأبناء منطقة سم السرحان الموجودين حول السد سم السرحان هذه الجمعية إن شاء الله باشرنا بتأسيسها واليوم رح يتم توقيع عقد التأسيس جمعية تعاونية زراعية رح يكون فيها عدد حوالي أكثر من خمسين فرص التعامل مشاريع زراعية وإنتاجية وتصنيع غذائي وأيضا مطبخ إنتاجي بالإضافة لها يعني دعم للجمعية هذه وخنقول إيجاد فرص بغيات إيجاد فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي الجمعية لما تشكل جمعية تعاونية بالمنطقة هم الشباب هذول اللي رحين يشرفوا على المشروع الزراعي هم اللي رح يعملوا على إدارته وبالتالي يعني خنقول يكون مصدر دخل لأبناء المنطقة وإن شاء الله يكون خير لمشاريع قادمة إن شاء الله وجاء إن شاء هذه الجمعية بهدف زراعة الخضار واستخدام المنتجات في التصنيع الغذائي ودعم الأسر من المجتمعات المحلية وذلك من خلال المشاريع الزراعية والإنتاجية بالإضافة للاستفادة من مياه السد وتنفيذ عدد من المشاريع لتحقيق التنمية المحلية في المنطقة صدد تجهيز الأوراق وتوقيع المعاملة كاملة لتأسيس الجمعية التعاونية وتسمية الجمعية وتسمية البنك الذي ستتعامل معه الجمعية وعدد تحديد الأسهم المكتتب بها للأعضاء ورسم الانتساب جمعية تخدم المنطقة من خلال استصلاح الأراضي الزراعية وإنتاج المحاصيل الزراعية وتسويقها إلى السوق المحلي واستثمارها بالتصنيع الغذائي والاستدامة الإنتاج المحاصيل الزراعية بالتصنيع وإن شاء الله ستكون أفكار ريادية ناجحة وخلال الجولة الميدانية تم الاطلاع على بعض المشاريع الزراعية والانتاجية الناجحة في المنطقة والجهود المبدولة لاستدامة مثل هذه المشاريع لسو المشاكب التلفزيو الأردني محافظة المفرق